هذه الحشود الجماهيرية الكبيرة وأيضا مثل هذه الاجتماعات بين المعنيين في المواجهة سواء كانوا عسكريين أو أمنيين أو الاستخبارات اليمنية هي تكشف موقف الشعب اليمني وأن الدفاع عن أخواننا في فلسطين هي قضية محل إجمع بين كل أبناء الشعب اليمني حتى أولئك الذين تورطوا بالوقوف مع دول العدوان قد عبروا عن تأييدهم لموقف القوات المسلحة اليمنية وبالتالي هذا الموقف الصلب سواء من قبل القيادة في اليمن أو من قبل الشعب اليمني ومن قبل المعنيين سواء في القوات المسلحة أو الأمن هو رسالة واضحة للعدو بأن اليمن على استعداد لخوض معركة طويلة الأمت مع أي دولة تعتدي على اليمن وأننا نخوض معركة أخلاقية الهدف منها هو وكف جرائم الإبادة الجماعية في غزة وأيضا كسر الحصار من أجل إدخال الغذاء والدواء وكذلك الوجود إلى 2 مليون فلسطيني محاصرين في نطاق ضيق وبالتالي هذه رسالة بأن الشعب اليمني وكذلك اليمن كما أننا انتصرنا في المعركة الأخلاقية في مواجهة التحالف الأمريكي فإننا أيضا قادرين بإذن الله سبحانه وتعالى على الانتصار في المعركة العسكرية إذا ما قامت أمريكا بارتكاب أي حماقة وطبعا الأمريكيين وكذلك الإسرائيليين هم يعرفون هذه الحقائق أكثر مما يعرفها الأصدقاء لذلك نلاحظ أن التحليلات الإسرائيلية السابقة قبل الطوفان الأقصى عندما كانوا يتحدثون عن القوى المناهضة للكيان في المنطقة عندما كانوا يتحدثون عن اليمن كانوا يقولون أن اليمنين أصابعهم خفيفة على الزنات وهذا بالفعل ما تم تأكيده من خلال المشاركة الفاعلة ومثل هذه الحقيقة كانت غائبة عن الكثير من العرب والمسلمين يعني الغريب أن الكيان الصهيوني كان يعرف هذه الحقيقة وبالتالي هذه الحشود وهذا التكاتب هو يعزز هذه هل في رسالة هذه الصورة